لو حاسس ان قناتك سابت مكانها او مشاهدتك بدأت تقل يوم بعد يوم بتقل اكتر من اليوم اللي قابله لازم تعرف ان انت السبب في الموضوع ده هتكلم معاك النهاردة عن خمس اخطاء لو انت بتعمل خطأ او اتنين او تلاتة او اربعة فدي مصيبة على قناتك وانا متأكد انك بتعمل الخمسة الخمس اخطاء اللي انت بتعملهم دول بيدمروا قناتك وحنبدأ مع بعض باول واكبر خطأ بيقع فيه كتير جدا من منشئين المحتوى وخصوصا المبتدئين لو جيت فتحت الموبايل بتاعي كده وجيت فتحت التوتش كده هتلاقي الموبايل بتاعي مفتوح على ستوديو اليوتيوب وعلى التحاليل وعلى الاحصائيات انا تقريبا اخر ساعة دخلت خمسة وثلاثين مرة مش عشان اشوف المشاهدات لا لا اهداف تانية رقم واحد ان انا اشوف ايه اللي عجب المشاهد رقم اثنين اشوف التعليقات هل التعليقات دي فيها اي اسئلة اعمل منها فيديو اثنين وثلاثة ما هدي البيانات اللي انا عايزها عايز اعرف هل فيه كومنت بينتقد جزئية محددة من الفيديو طريقة شرح اسلوب توضيح هل فيه فيديو جاب مشاهدات اكتر من المعتاد هل فيه جزئية من الشرح اللي انا شرحت وما كانتش مفهوم فالمشاهد عايز اشوفه بشكل اكبر فبالتالي انا مسكت نقاط الضعف عندي في قناتي وحابدي اصلحها في الفيديو التاني والتالت والرابع والخامس فحابدي اعلي من قناتي لكن لو فضلت زي ما انا ما راجعتش قناتي بصورة يومية او على الاقل بصورة اسبوعية مرتين قناتك هتبدل وقفة مكانها مش بعيد يكون المشاهد اللي كتاب لك كومنت وانت ما عبرتوش مش يجي لك تاني فانت السبب من الاسباب اللي ممكن تخلي المشاهد يرحل عن قناتك انا بدير مجموعة كبيرة جدا من القناة واكبر غلطة بيقع فيها منشئين المحتوى هو عدم الرد على التعليقات حتى بقل وعلى فكرة اقسم بالله العظيم تلاتة ممكن اجيبهم لك بالاسم زوزو فود وغيره وقع مش عايز اجيب بالاسمين الناس اللي عندي عشان قناتهم مش حصل لها حاجة يعني ناس كتير جدا حرفيا الموضوع بيأثر عليها بالسلم علشان كده الغلطة دي لازم تتجنبها افهم احصائياتك وتحليلك ودي هعملك عليها فيديو الغلطة التانية واللي بلاقي كتير جدا من حضراتكم بيعملوها ومش واخدين بلكم منها هي كان الموضوع ده ميزة في عشرين عشرين وعشرين 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 لكن عشرين وعشرين الوضع مختلف اطلاقا تكرار نفس المحتوى بدون تغيير خد بالك انا ما بتكلمش عن نفس المحتوى اللي هو مثلا الاربع تلاف ساعة مشاهدة انا مفيش فيديو نزلته عن الاربع تلاف ساعة مشاهدة علنية الا وجاب مشاهدات يعني مش تكرار مواضيع انت ممكن تكرر المواضيع كتير جدا لان هي دي بتجيب ريتش وبتجيب مشاهدات لكن تكرار نفس النمط ونفس الاسلوب ونفس الخلفية ونفس الكرسي ونفس الاسلوب ونفس كل حاجة يخلي المشاهد بيزهق المشاهد لازم تجدد له بشكل مستمر تشيرت كرسي مكتب زوي التصوير اضاءة مرة ورايا ازرق مرة ورايا احمر مرة بمج لونه بنفسجي مرة بموس بتكلم فيه مرة برموت بلعب عليه لازم يحس ان فيه حاجة مختلفة لازم يحس برضه في المونتاج ان فيه حاجة مختلفة غير طريقة عرضك العب في منتاجك غير في خلفية حاول تخلي الجمهور يكون عنده الفضول ده هيساعدك على ازيادة في المشاهدات ومتوسط مدة المشاهدة والجمهور هيبقى عنده فضول انت هتطلع المرة اللي جاية ازاي؟ 2020 و2021 كان بتميز منشئ المحتوى بالذكور السابق ولكن ده اختلف علشان كده لو دخلت لأي منشئ محتوى ناجح الفترة الاخيرة هتلاقيه دايما بيجرب التغيير لازم يكون الفترة الاخيرة ما تجيب ليش منشئ محتوى بدأ من 2015 وتقول لي هو ثابت لا ده عنده جمهور من البداية انا بتكلم عن الجديد علشان كده لو انت منشئ المحتوى لسه بدء جديد لازم تغير في طريقتك واسلوبك علشان تلاقي بالكبول من الجميع اللي هيكره طريقتك دي في غرها هيحبها علشان كده تلاقي ليه فيديوهات هادي فيها خالص وفيديوهات فيها عصبي جداً فيه تقييم مع واحد بتعصب قوي وتقييم مع واحد تاني بيكون هادي ده ليه طريقة وده ليه طريقة فانت لازم تبهم جمهورك نيجي بقى للغلطة الثالثة اللي بيقع فيها كتير جداً 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 من منشئين المحتوى وهي التكبر تعرف اللي قدامك ده بيدير مجموعة كبيرة جداً من القنوات وأكيد انت عائل بس انا بتعلم من القنوات الصغيرة حاجات كتير جداً داخل الفيديو التكبر هو ان انا شوف حد عمل حاجة حلوة ابدأ اخدها وطور منها وركز عليها فيه جملة اتقالت في القنوات اللي انا مسكها الفترة الاخيرة بتحكي وبتقول انا الفترة اللي جاية بفكر ان انا اعمل فيديوهات عن مشاكل اللي بتجيلي على الواتساب بس كنت دايما مش عارف ابدأها ازاي او اقولها ازاي ممكن اقول بقى الفترة اللي جاية بيحكي وبيقول عندي مشكلة في قناتي بتعمل كذا كذا شوف كلمة وجملة ممكن تفتح لك افاق من الفيديوهات مئات الفيديوهات بصورة شهرية بسبب جملة انت تعلمتها من قناة انت بتدرها او قناة انت بتنفسها او قناة انت بتتفرج عليها واخد بالك يومياتك هي اساس محتوك يعني لما تشوف حاجة داخل محتوك بتحصل في حياة الواقعية لازم تشارك جمهورك فيها وبيها باسلوبك وطريقتك ودي غلطة بس انا مش عايز اجيبها من الخمس غلطات انك ما بتشاركش جمهورك حياتك الفترة الاخيرة انت عارف ان انا تعبان الفترة الاخيرة انت عارف ان انا بحاول اعمل فيديوهات بشكل مستمر ليه؟ لان بشاركك تفاصيل حياتي على المنتدى مع ان محتوى تعليمي ولكن بشاركك تفاصيل حياتي انا اقرب منشئ محتوى تعليمي لجمهورك مش هتلاقي منشئ محتوى تعليمي بيعمل لانا بعمله انا كأني بشاركك يومياتي ولكن بطريقة ذكية على فكرة انا بدأت اشرب قهوة حب انا زلكوا على المنتدى صورتي وانا عمل قهوة على فكرة عملها حلوة قوي انت لازم تعرف ان دي من اساسيات نجاحك أن الجمهور يحس أنك قريب منهم يحس أنك واحد منهم يحس أنك واحد طبيعي مش يوتيوبر لأن قابلت منشئ محتوى كل كلمة بيقولها يقول لك أنا يوتيوبر أنا يوتيوبر أوكي تنفوخ أنك يوتيوبر بس أنت بتكلم جمهور مش بتكلم منشئ محتوى الغلطة الرابعة الكرسى الرابعة المصيبة الرابعة اللي حلتم على وشي بسببها ليكم وهي الخوف خايف من إيه ليه خايف تقف قدام الكاميرا ليه خايف تعمل عنوان مشيق ليه خايف تكتب كلام على الصورة المصغرة كام مرة كان عندك كلام عاوز تكتبه على الصورة المصغرة وخفت من رد الفعل ليه خايف من التعليقات السلبية ده دي أخطر حاجة بتديك رتش بتزود لك مشاهداتك بتعمل جمهور وعلى فكرة ما فيش حد ما عندوش منتقدين ما فيش حد ما عندوش ناس بتشتموا لازم تعرف إن ربنا في ناس بتشتموا لا إله إلا الله ولازم تعرف إن الشيطان فيه ناس بتحبه فإنت لو كنت شيطان هتلاقي ناس تحبك فلازم تركز على الخوف ما يكونش موجود على اليوتيوب سواء فيه إنشاء المحتوى أو العنوين المصيرة اللي ممكن تكون بتقول هذه الطريقة التي حصدتوا بها مليون مشاهدة ناس كتير جدا لأيكي ما كنت دفعت نفسك وهعملك العلوان ده تالي وتالي ورابع وخامس هو مش مدرك إن أنا محتوى تعليمي بس هو ده اللي بيجيبك علشان تتفرج علي اللي جابه هو وخليه يضغط على الفيديو عندي ويكتب كومنت معنى كده إن أنا كنت صح يبقى العنوان ما تخافش وإنت بتسير الناس الصورة المصغرة ما تخافش وإنت بتكتب عليها مني أسبوعي بمية جنيه أو بخمسين جنيه لازم تعرف إن الإصارة بقت موجودة في اليوتيوب أكتر من المصدقية المصدقية هتوديك في دقاء المصدقية دي بقى داخل المحتوى آه ده اختلاف لكن مفيش مصدقية ولا قناتك على اليوتيوب صدق بنسبة مليون في المية على صورة المصغرة أو العلوان لما أقول لك مثلا أعمل لك فيديو عن جذب أي امرأة هل هيجذب كل نساء العلم الوقت ماشي جذب نساء العلم لأ أنت بتغير السلوكيات فيك لما أقول لك حات 200 مليون مشاهدة حتجيب 200 مليون مشاهدة لأ أنت بتحقق مشاهدات أكتر بسبب إنك بتركز على بعض النقاط مش المليون مليون افهم يعني إصارة وافهم يعني تضليل وابعد عن الخوف ما تخليش المحتوى التعليمي يزرع جواك الخوف من إنك تعمل عنوان أو صورة مصغرة انطلب عيش اتبسط اتشتم وافرح اتشتم وانبسط اتشتم وعدي نفض 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 واشتغل لازم تفهم إن الخوف حيجيبك وراه لو عايد تفضل ولا وقناتك دفتل ثبتة ما تجيبش مشاهدات وتقع خاف الغلطة الخامسة وهي أصلا أكبر سبب بيخليني أسيب قنوات اليوتيوب اللي بدرها واخسر بالالفين والتلات تلاف والاربع تلاف جنيه بصورة شهرية أقول ولا تكتب في الكومنتات طب وقف كده وكتب لي في الكومنتات وحقولك أنت صحة ولا غلط أو أرجع أسمع الفيديو وافهم إن النصيبة والكرسى دي ممكن تخليك أقسم بالله متعد الشارع بتاعك الصور والصورة وجودة الفيديو والإضاءة اللي أربعة دول لو ما غيرتهمش إبقى تف على قبري لو نجحت على اليوتيوب إيه ده متواحدة فكرة أنا بشوف قنوات كتير جدا بتنجح صوتها وحش إضاءتها وحشة أنت ما تعرفش مصادر الزيارات أنا بأكد لك بنسبة مليون في المية استحالة حد يدخل يسمع فيديو في هوا في وش في شارع في أدان مش أدان عشان حاجة وحشة لا أدان بنت بتتكلم فالأدان بيقدن فأنت سبت الكلام عادي كأن حضرتك مش حاس أن فيه أدان بيقدن اللي هو أو كلبي بيهاوهاو أو مروح عملت عمل خد بالك فيه حاجات على التطبيقات بتخليك تشيل الصوت ده أنا هنا شايف أن لحد دلوقتي محتاج أن أزبط الصوت برغم أنك سامعني كويس بس أنا أجيب مايك احترافي ابدأ باللي معاك وطور وانت ماشي أول حاجة تصرف عليها الصوت بعد كده الإضاءة بعد كده الكاميرا أو الموبايل اللي بتصور به بعد كده أي حاجة داخل المحتوى أكسم بالله أول حاجة دفعت فيها فلوس كان ميا أكسم بالله تاني حاجة دفعت فيها فلوس كانت كاميرا أكسم بالله تارت حاجة دفعت فيها فلوس كانت كمبيوتر اللي هو إيه طالع السلم مش ده أجيب علشان أجيب إمبارح جات لي واحدة بتقول لي أنا شارية على البس المباشر ده ساعات هيتحسب ولا لأ قلت لها تعالي يا حاجة خلينا أسألك سؤال لو ابنك قال لك حاتي خمس تلاب جنيه بالخمس تلاب جنيه دول هعمل لك مشروع يجيب لك ميت جنيه كل شهر لو في فيديو ضرب معي هتديلو قلت لأ أبقى هابلة قلت لأ على الفكرة انت هابلة ليه لأن انت بعد لما تحقق ربح بشراء السعاد والمشاهدات مش هيجيلك ربح لأن الجمهور الحقيقي أصلا مش موجود وعلشان تبني الجمهور لازم تهتم بالصوت والكاميرا الناس بتتفرج عليك شايفاك فاهماك حساك سمعاك سمع حزيزك حسا بالفيلنج والمشاعر حسا بعرقك وانت بتعمل الفيديو آه ده بيعمل فيديو تعبان آه حسا بعينيك حسا بإيه بتمر بإيه المرحلة اللي انت فيها الحاجات دي مهمة جدا والجمهور بيرتبط بيك بيها وعلشان أعرف فانت لازم تركز عليها مهما كان محتوائك حتى لو محتوى صوتي أي أنا أعرف ناس بتحب صوت ناس من غير ما يتفرجوا عليها وأقرب دليل آية حبيب بتاعت الطبخة كلكم بتحبوها بسبب صوتها ونادر جدا لما تلاقي واحد أو 2% اللي مش بيحبوها لو ما بتحباش اكتب لي في الكومنتاج نادر جدا ودي خمس أخطاء مش قادرة بس تدمر قناتك قادرة تدمر طموحك تبقى بتتعب جدا في الفيديوهات وبتطلعها بصوت وحش فترفع وبتدفع فلوس عشان خاطر ترفع النت وتتعب واطلع عينك وفي الآخر ما فيش مشاهدات ليه لان ما فكرتش إيه اللي بيعجب الجمهور وإيه اللي الجمهور حبه وليه الناس ما تفرجوش على الفيديو بتاعي هل نسبة نقر قليلة هل نسبة نقر كويسة هل مرطت الظهور كويسة هل مشاهدات كده مقربة لعدد مشتركيني ولا لا هل محتاجة نافذ الفيديوهات هل مش محتاجة نافذ الفيديوهات كل الإجابات دي هنعرفها في السلسلة جديدة عن متواحد فكرة وهي شرح ستوديو اليوتيوب 2025 شكرا